يقول لنا النهاردة آخر يوم طبعاً قبل مواجهة بكرة فيقول لنا كده تفاصيل وملامح آخر السعادات النادي لأهلي قبل المباراة بكرة إن شاء الله فاروق مساء الخير وأهلاً بك معنا في السادسة كل التحية للزميل العزيز أحمد سبير وبرحب طبعاً بكابتن ماصر الكابتن رمضان السيد وزميلي أحمد الكابتن رمضان السيد طبعاً حفيده واحد من مواب قطاع النشئين في النادي الأهلي عمر سيد معوض لطبعاً نتمنى له التوفيق ونكون واحد من العناصر إن شاء الله اللي يكون موجودة في الفريق الأول للنادي الأهلي عايزة أطمنك من هنا من كازابلانكا من الدار البيضاء وآخر استعدادات فريق للنادي الأهلي لمواجهة فريق الوداد غداً بمشيئة الله على مركب محمد الخامس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة اليوم زميلي أحمد كانت المسحة الطبية للعب للنادي الأهلي تبقى لبروتوكول للاتحاد الأفريقي واللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي ثم عقب المسحة الطبية كان الاجتماع الفني اللي من خلاله يعني تم تحديد بعض الأمور هيتم الالتزام بها من المسؤولي للكاف في المهدي المباراة يعني من على هامش هذا المؤتمر تم تحديد النادي الأهلي هيكون في الجانب الأيمن بجوار جماهير النادي الأهلي طبعاً النادي الأهلي هو الفريق رقم إيه في الملعب هيتم ارتداءه الزي الرسمي للنادي الأهلي هو الرداء الأحمر بينما فريق الودادة يرتدي الزي الأبيض في الأسود الأهلي أحمر في أبيض أيضاً تم التحديد والاتفاق على بعض الأمور المحظورات من جانب الاتحاد الأفريقي أبرزها طبعاً الشماريخ والليزر والقاء الزجاجات أيضاً التأكيد على أن تقنية الفار هتعمل على مدار توقيتات المباراة لو المباراة طبعاً تم تحديد المباراة لو انتهت الشوطين الأول والثاني به اللي تعادل يتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين كل شوط مدته 15 ديئة ومن ثم الاحتكام إلى رقلات الترجيح تم طبعاً تحديد موعيد حضور كل فريق إلى مركب محمد الخامس قبل موعد انطلاق اللقاء بساعة ونصف عقب الاجتماع الفني زميلي أحمد كان المؤتمر الصحفي زي ما استعرضت الكي تصريحات مستر بيتسو موسيماني وأنا باتفق معك تماماً واضح الهدوء والثقة على مستر بيتسو موسيماني أيضاً على محمد الشناوي وده اللي احنا لمسناه في انطبعاتنا وأحدثنا مع مسؤولي وسائل الإعلام المغربية اللي كانوا موجودين بيتابعوا المؤتمر ويتكلموا على قوة النادي الأهلي وخبرات لعاب النادي الأهلي أن النادي الأهلي في آخر ست سنوات هيلعب الفاينال الخامس وقالوا أن النادي الأهلي متمرس في هذا الأمر كما أن المبارات الأهلي أمام الرجاء قدت خبرات للأهلي في التعاون مع الأجواء في المغرب طبعاً وليد الرقراقي المدير الفني لفريق الوداد تتكلم على أن النادي الأهلي يبقى هو ريال مدريد القرى الصمراء ونادي القرن لازم نعمل حساب واعتبارات للنادي الأهلي وتكلم على بيتسو موسيماني يعني انتهى المؤتمر الصحفي لكل الجازين الفنيين ثم التوجه من مستر بيتسو موسيماني طبعاً لفندق القامة عقد جلسات مع اللعبين في محاضرة طبعاً هتكون يعني بعد لحظات يبقى في محاضرة فنية لمستر بيتسو موسيماني مع اللعبين ثم التوجه والتحرق إلى مركب محمد الخامس لأداء المران الرئيسي للنادي الأهلي على هذا الملعب في الوقت الذي أكلمك زميلي أحمد حالياً في اجتماع مجلس إدارة من جانب يعني كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الموجودين طبعاً مع الكابتن محمود الخطيب طبعاً للوقوف يعني تحديد كتير من الأمور يعني الوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالتحضير والتنظيم غداً بإذن الله عايز أطمنك على حالة اللعبين اللي احنا لمسينه من اللعبين الثقة اللي موجودة طبعاً كابتن رمضان السيد واحد من كباتنا الكبار اللي تعارف أن المباراة الناية بتحسم على تفاصيل بسيطة فيها كتير جداً من الأمور الشغل النفسي وزي ما بنقول هي مباراة لعيبة مباراة لعبين وشخصيات لعبين وطبعاً درب المسل مستر بيتسو موسيماني ووليد الرجراجي أن بالأمس مباراة ريال مدريد وليفربول هي مباراة تكسب ولا تلعب وتكلموا أن هذه الأمور وأكيد زميل أحمد طبعاً كابتن رمضان السيد كابتن هيستفيد في هذا الأمر طبعاً أنا موجود معك زميل أحمد لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل عايزة تطممني على اللعيبة يعني اللعيبة أنه كله الحمد لله جاهز وتبقى الأمور في النهاية في إيد مستر موسيماني هيختار الطريقة والتشكيل الأنسب لكن كلمني على جاهزات اللعابين وكلمني كمان على الإقبال من قبل الجالية المصرية وجماهير النادي الأهلي اللي موجودة وجماهير الكرة المصرية نعرف أنه ورد جداً كتير من الجماهير اللي حتى مش أهلوية يكونوا حضرين مباراة وعندهم رغبة في مساندة النادي الأهلي فاتكلمني على الإقبال من ناحية الجالية المصرية والجامعية المصرية على حضور مباراة بكرة إن شاء الله يعني خليني نتكلم على الشقين زميلي أحمد شقة لأطمنك على حالة اللعبين وحالة الجايزية أنا بطمنك طبعاً إحنا قلنا أن كل اللعبين جايزين نستر موسيماني يتبقى لي الأمر لتحديد الطريقة وتحديد الحداشر لعب إن شاء الله اللي يخبهم التشكيل الأساسي اللعب اللي إحنا زي ما قلنا يعني خلاص تحسم الأمر أنه يبقى صعب جداً لحاقبه المباراة هو محمد عبد المنعم باستثناء محمد عبد المنعم كل اللعبين كل اللعبين بالضبط زميلي أحمد كل اللعبين في حالة فنية وبدنية إن شاء الله تبشر إذا التفاول اللي إحنا منعكس علينا إن شاء الله أي 11 لعب إن شاء الله يكون موجود في الملعب هيكون على شخصية وعلى قدر المباراة الشق الثاني زميلي أحمد الإقبال الجماهيري حتى الآن طبعاً للنادي الآلي زي ما قلنا هو بيدعو الجماهير طبعاً لإستلام التذاكر مجاناً بيتوافد الجماهير النادي الآلي فيه رحالات طبعاً طيران جاية في الوقت الحالي بيتوافدوا على النادي الآلي طبعاً فيه بعض الجماهير بتستلم تسكرة حضور المباراة لدى وصولها للمطار فيه بعض الجماهير العربية أو الأهلاء المصرية المقيمة هنا في المغرب أو الوفود اللي جاية سواء من الدول العربية أو الدول الأجنبية بتأتي إلى مقر إقامة النادي الآلي تم تخصيص مكان بجانب مقر إقامة فريق النادي الآلي لتوزيع وإعطاء الجماهير المصرية تذاكر المباراة مجاناً كل الأمور وكل الترتيبات نتمنى إن شاء الله تكتمل الصورة بتوفير ربنا سبحانه وتعالى زميل أحمد وإن شاء الله يا رب يكون يوم فرحة فيه تملى مصر إن شاء الله بفوز النادي الآلي بالبطولة بإذن الله طالح هنقابلك بكرة قبل المباراة إن شاء الله السادسة يكون لها لقاء معك فاروط قلنا بقى اللمسات الأخيرة ما قبل المباراة مباشرة بشكرك شكراً جزيلاً دي كت أخبار